وكذلك كما كان قد ذكر الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله أن القطار الأوروبي سيصل إلى المغرب فهو كان يعني ما يقول لم يكن حلما فقط وإنما كان نظرة تاقبة للمستقبل والذي أظن أنه قريب من التحقق مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوصف الخبار أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير الأصدقاء ديالي كما تشوف تقديم تاعد الفيديو المغرب وإسبانيا يعتزمان استئناف مفاوضات حول مشروع الربط المضيق جبل طارق المغرب وإسبانيا ليس فقط المغرب وإسبانيا وإنما قررت أوروبا وقررت أفريقيا وما ننسوش بأن المغرب وإسبانيا عدم واحد العلاقة قوية اقتصاديا بحيث الصادرات والوالدات دي المغرب نحو إسبانيا هي الأكتر والأكبر حجم كانت من هذا الفيديو أنه من الإعجاب ديالكم وخليوا لي الأراء ديالكم في التعليقات وإكتروا لي من الإعجاب لكي نتصر هذا الفيديو ويصدقوا على المغاربة أنحاء العالم وإنما يشتركوا في القناة يشتركوا في القناة وفعلوا زر الجالس ويصدقوا جديد منتع القناة وانتلقاهم من بعد الفيديو ماضي والذي انبثقت منه مذكرة تفاهم حول البنيات التحتية بهذه المناسبة والاجتماع الذي انعقد بين المغاربة والإسبانيا اللجنة المشتركة المرتبطة بهذا المشروع هي كذلك نتاج لهذه أو تجسيد لمثانة هذه العلاقات وكذلك لخارطة الطريق التي رسمها البلدان في اللجنة العلية المشتركة في الاجتماع القمة العلية المشتركة بين البلدين نعم طيب دعنا نسمع أيضا رأي دكتورة سلاحة قراتة دكتورة سلاحة الشركة التي كانت تعمل على هذا المشروع توقفت لسنوات بسبب عدم تخصيص ميزانية كما قيل اليوم تخصص ميزانية من الاعتمادات الأوروبية وقيمتها أزيد من 2 مليون يورو إذن عودت هذه الميزانية وعودت هذه الفكرة فكرة تشهيد النفق البحري مرة أخرى إلى الواجهة ما الذي تمثله بالنسبة لمدريد لن أضيف جديدا لسادة المشاهدين ولكم حتما أن المصالح على رأسها الاقتصادية هي من يفتح الأبواب المولقة أمام السياسات فالعلاقات السياسية والاقتصادية في حالة تطور إيجابي بين البلدين بعد أن أبدت موقفا طيبا الحكومة الإسبانية من القضية الصحراء المغربية وعليه هناك تصاعد إيجابي في هذه العلاقات وطبيعي أن نعكس هذا على الملف العالق كنتم قد أعلنتم بتقرير تقريركم أنه في عام 79 وتحديدا في 16 حزيران كان الملكان الرحيل قد اتفقا لتشكل شركتان شركة إسبانية وشركة مغربية لمحث هذا طبعا عقد اجتماع آخر بعد فترة طويلة من الركود في العام 2009 عاد الآن الأمر إلى نصابه الطبيعي واهتم البلدان سيما أنه كان هناك لقاء للجنة العلية كما كان قد أسلق الضيف الكريم في شهر شباط الماضي والآن الأمر ماضي بالاتجاه الصحيح أقصد أن اللجنة المعنية لتقديم الدراسات الفنية ودراسات الجدوى قد زودت بالميزانية المطلوبة لأنها خلال السنوات السرقة كلها كانت لجنة مشكلة بلا رصيد بلا أموال بلا أمكانية تتحرك من خلالها الآن الأمر بات قيد التنفيذ الحقيقي سيما أننا أمام نقل جيوستراتيجية حقيقية بين إسبانيا والمغرب كبلدين أو مملكتين أو بين القارتين الأفريقية والأوروبية للعلم فقط أن هذا النفق مع سكة الحديد يمكن أن ينتقل خلاله ما قيمته 13 مليون طن من البضائع خلال العام الواحد كذلك لا أقل من 15 مليون مسافر بين أفريقيا وأوروبا والعكس صحيح إذن المصالح الأوروبية الأفريقية عبر البلدين أو المملكتين إسبانيا والمغرب محققة تماما سيما أن الأرضية باتت موجودة علماً علماً أن ألف شركة إسبانية تعمل حالياً في المغرب وكذلك بحدود 20 ألف شركة أيضاً إسبانية تصدر منتجاتها إلى المغرب والعكس صحيح هناك تبادل تجاري على مستوى رفيع بين البلدين كل هذا يؤسس إلى أنه لحققة من خطوة قادمة في إطار الدعم اللوجستي لأن يصبح ما كان حلماً أو فكرةً في عام ٩٩ عند الملكين الرحلين واقعاً بالموثن ويبدأ الأمور ماضية بهذا الاتجاه سيما أن الشركتين كانت قدمتاً مذكرات ورؤى والآن نحن أمام الصياغ الفنية والصياغ داس جدوان صح التوصيل مع توفر الإمكانيات ستكون الأمور ماضي بالاتجاه الذي يمكن أن يرى فعلاً نفقاً نحاكي نفقاً معه بين فرنسا وبين المملكة المتحدة صحيح البعض شبهوا بذلك دعني ننتقل إلى أستاذ عبد العالي أستاذ عبد العالي عند الحديث عن هذا المشروع أكيد له أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لإسبانيا وبالنسبة أيضاً للمغرب دعني نتعمق أكثر ونتحدث عن دلالات الاقتصادية والسياسية لهذا المشروع نعم الدلالات الاقتصادية والأبعاد الاقتصادية منها ما ذكر الزميل من مدريد وكذلك ما جاء في التقرير فاقتصادياً هذا الربط القار سيمكن من مرونة مرور البضائع التجارية وكذلك سيساعد على نقص تكلفة بالنسبة لنقل هذه البضائع وكذلك بالنسبة للسياحة وتنقل المسافرين والأشخاص كذلك يعني اقتصادياً ستكون له تبعات إيجابية جداً خاصة وأن هذا المشروع لا يربط فقط بين إسبانيا والمغرب ولكن يربط كذلك بين أوروبا وإفريقيا وهذا له دلالته أنه يربط بين قارتين وليس فقط بين بلدين أما من حيث الأبعاد السياسية فأظن أن هذا المشروع يؤكد نجاً كبيراً في العلاقات بين المغرب وإسبانيا والتي تصارع تجسيد هذا النج من خلال مجموعة من الاتفاقيات هذا المشروع جزء من الاتفاقيات التي بدأ التوقيع عليها بدءاً كما سبق أن قلنا من القمة العليا المشتركة بين البلدين وكذلك تجسيد لموقف الإسباني من الصحراء المغربية أو من مبادرة الحكم الذاتي لمغرب أنه ليس موقفاً فجائياً أو عراضياً وإنما هو موقف تابت وقد تم تجاوزه الآن لأن هذا الموقف هو تعبير عن حسنينية من طرف إسبانيا لتجاوز هذه العراقيل النفسية الدبلوماسية التي قد تبدو للبعض أنها لا زالت متواجدة ولكن الآن تم تجاوز هذا المشكل وبالإضافة لأن إسبانيا والمغرب تربطهما إسبانيا هي الشرك التجاري الأول قبل حتى اعترف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي على اعتبارها مبادرة جادة ومهمة في حل بالنسبة لقضية الصحراء المغربية إذن الآن هذا تجسيد لكل هذه الأمور وبالتالي هناك أمور أخرى ما زال الطرفان وأظن أن إسبانيا والمغرب لديهما ما يكفي من النج السياسي والديبلوماسي لتجاوز جميع ما قد يعكر صفو هذه العلاقات وبالإضافة إلى أن استضافة البلدان بالإضافة إلى البرتغال لكأس العالم سنة 2030 هو كذلك عنصر أو إضافة أخرى لهذه الرؤية على المدى المتوسط على الأقل التي يتوفر عليها البلدان طيب دكتور سلاح هناك أيضا مشاريع يعمل عليها المغرب حاليا وهو خط الغاز الذي سيربط نيجيريا والمغرب بأوروبا جازدوك على ما أتذكر وهذا أيضا سيعود بالنفع على 15 دولة إفريقية على الأقل إضافة إلى هذا المشروع الذي يربط اليوم بين الربات ومدريد هل باتت أوروبا تعلم اليوم أن المغرب هو بوابة إفريقيا؟ بدون أدنى شك وإن جاء متأخرا فجميل أو طيب أنه قد جاء المغرب حقيقة بوابة إفريقيا بحكم جغرافيا بحكم العلاقات التاريخية بحكم كل ما هو من شأنه أن يوقد العلاقات بين الأقارتين هو موجود فعلا في المغرب ومتوفر في المغرب تعلمون أن هناك إشكاليات بالنسبة للقطاع الطاقة كانت قد انطلقت بمرارة مع الحرب الدائرة في شر القارة الأوروبية وعليه كان منع الروس من تصدير نفطه كذلك جزائر لها موقف ما من الحكومة الإسبانية يتم تدارسه واحتواءه دائما إلا أنه لا يزال إلى حد ما يؤرق الحكومة الإسبانية إلى حد لا زال تحت السيطرة كما كنت قد أسلفت إلا أن الدور المغاربي بنقل النفط من مكانه المتعاقد عليه عبر الأراضي المغاربية وكذلك باتجاه أوروبا لعلها خطوة من الخطوات الضرورية والهامة التي قد تجعل أوروبا أكثر استقرارا وأقل عرضة لأي عملية ابتزاج إن صحت توصيف بين قوسين من أي شركة من الشركاء من أي فريق من الفرقاء الذين يمتلكون هذه الخاصية ربما يعتقدون أنها برسم الحصر لكنها حقيقة بفتح هذا الأنبوب لن تبقى برسم الحصر ستكون أفريقيا عبر دولها عبر هذه الدولة من خلال المغرب من خلال هذه الخطوة الجبارة والهامة والحيوية في أن يتدفق النفط وسواه من طاقة نفط وغاز وإلى ما هنالك سواء كان أقصد مشتقات نفطية أو نفط خام باتجاه أوروبا طيب أستاذ عبد العلي إلى أي مدى يستطيع اليوم المغرب أن يستطمر هذا التسابق الأوروبي التسابق الروسي والصيني والأمريكي على أفريقيا في هذه المرحلة؟ نعم المغرب له أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة فالمغرب بلد وازن في القرى الإفريقية والأوروبيون يعرفون ذلك لأن المغرب بلد يتميز بالاستقرار وكذلك لديه امتداد كبير في القرى الإفريقية وكما سبقا قلتم الآن أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا سيمر عبر مجموعة من دول ثم المغرب ثم أوروبا كذلك هذا مشروع استراتيجي كبير والأوروبيون يعرفون دور المغرب في إفريقيا وكذلك بأنه كما قال الزميل هو بوابة لأوروبا نحو إفريقيا وهذه المغرب هو عريق في علاقاته مع الدول الأوروبية وخاصة مع إسبانيا ومن خلال عبر التاريخ فمنذ سنة 1980 اتفاقيا التي تم توقعها بعد لقاء العاهل الإسباني مع الملك الحسنتاني رحمه الله والتي تم فيها إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع وكذلك كما كان قد ذكر الملك الراحل الحسنتاني رحمه الله وأن القطار الأوروبي سيصل إلى المغرب فهو كان يعني ما يقول لم يكن حلما فقط وإنما كان نظرة تاقبة للمستقبل والذي أظن أنه قريب من التحقق كل هذه الأمور نعرف أن المغرب والأوروبيون يعرفون كذلك أن المغرب بلد مستقر بأن المغرب بلد كذلك فيه استمراريا لأن المغرب ليس نظاما يتغير بتغير حكوماته وإنما بلد مستقر وثابت وبالتالي كذلك يتعامل مع الدول الأوروبية باحترام وبثقة بعيدا عن سياسة الابتزاز والأخذ والرد بسبب أمور ذات طبيعة سياسية مثلا إذن كذلك حضور المغرب في إفريقيا من حيث الأمن ومحاربة الإرهاب ومحاربة كذلك الجماعات المسلحة إلى غير ذلك هو تأخذه وكذلك الهجرة السرية تعرف أوروبا دور المغرب في هذا المجال نظرا لأنه بلد حدود مع أوروبا ليس مع إسبانيا فقط وإنما مع القرى بأكملها وبالتالي فهناك مجموعة من الرهانات التي يمكن أن تعتمد عليها أوروبا أن تعتمد فيها أوروبا على المغرب من أجل العبور نحو إفريقيا وكما قلتم هذا التسابق الدولي نحو إفريقيا لأن إفريقيا هي المستقبل والمغرب ولله الحمد لديه من الإمكانات ما يمكنه من أن يلعب هذا الدور في القارة الإفريقية دكتور سلاح في آخر سؤال هل إسبان على قلب رجل واحد تحدث هنا على الحكومة هل هي على قلب رجل واحد في عودة هذه العلاقات المغربية الإسبانية لأن هناك البعض ربما يراهن على ذهاب حكومة بيدرو سانشيز وربما تغير موقف الإسبان خصوصا من الصحراء المغربية بصراحة هناك تباونات لوجهة نظر سياسية لكن ما أعرفه أو ألمسه دائما من خلال ما أسمع وأرى وأقرأ أن الإسبان لا يختلفون على مصلحة المملكة الإسبانية يختلفون في جوزيات سياسية في تضارب رؤى في تضارب مواقف لكنهم في قضايا ذات أبعاد أبعاد استراتيجية تعود بالنفع على كامل المملكة ومن خلالها ربما القارة الأوروبية نراهم إلى حد بعيد متوافقون سيما أنني وإياكم نعلم أنه في زيارة قام بها سانشيز إلى إحدى الجزيرتين كان معه ضيوف أو شخصيات من المعارضة وهذا دلل بشكل أو بآخر على أن المعارضة والحكومة القائمة إلى حد ما عند بعض النقاط ذات الحساسية والاهتمام وأنا هنا أتحدث عندما تدفق آلاف الشباب إلى الجزيرتين في أعقاب استقبال المملكة الإسبانية لرئيس حركة نعم بسبتهم ليليا في حينها ذهب رئيس وزراء إسبانيا لزيارة هذا المكان والاتهدية والإشراف على الحلول التي من شأنها أن تكفل عدم التصعيد وكان معه بعض أقطاب المعارضة إذن القضية كانت ذات أبعاد أمن قومي في حينها فالتقى الفرقاء والآن أعتقد أن القضية ذات أبعاد اقتصادية سياسية في أين معا فيها مصلحة للفرقاء المجتمعين وجميل كما هي مغرب ووابة أفريقيا إلى أوروبا جميل أيضا أن تكون إسبانيا بوابة أوروبا إلى أفريقيا وهذا ما يعيش تماما أساسة الأسبان شكرا جزيلا لك أنتهى وقت هذه المقابلة من مدريد دكتور سلاح قيراتا وسهلا ومرحبا بكم مرة تانية أصدقائي ديالي كيفما تشوف هذا الفيديو وكانت من أنه هنا الإعجاب ديالكم وكيفما قال راحل حسن تاني قطار الأوروبي سيصل إلى المغرب لا محالة سيصل وهو راح وصل المغرب راح خدام وعرف شنو تيدير نساليه مع الصحراء عاد ندزل السبتوم اليدية ولكن دعبا أسنان بدنا الاقتصاد قوي ونقويو الجبهة داخلية كانت مننا من هذا الفيديو وانا هنا الإعجاب ديالكم أصدقائي ديالي خليوا لي الأراءة ديالكم في التعليقات وكتروا لي من الإعجاب في هذا الفيديو باش ينتشرشار ويصلوا على المغاربة عن حال العالم واللي ما مشترك في القناة يشارك ويفعل زر الجرس باش يصلوا جديد مع القناة ترقوا فيديو جديد موتوزدد سلام عليكم